جدل كبير أثير في الفترة الأخيرة حول حقيقة ما روج له حول منح الجزائر لكميات من غازها لبلدان دون مقابل أي بالمجان معلومات أثارت ثائرة الجزائريين ما جعل المسؤول الأول عن تصدير النفط والغاز في الجزائر سونطراك تكسر جدار الصمت لتكشف للجزائريين عن المسار المتبع خلال حمليات التصدير والإجراءات المختلفة التي يجب اتباعها لإتمام أي صفقة سونطراك أكدت أن جل المبيعات تضبط على المدى الطويل وبعقود تزويد تخضع لمبدأ خذ أو إدفع أي أن الزبون يدفع ثمن الكمية المتفق عليها سواء استلمها أو لم يستلمها النقطة الثانية التي ركزت عليها سونطراك هي أن كميات الغاز المصدرة تخضع لتصريح جمركي مزدوج الأول على مستوى الجمارك الجزائرية والثاني على مستوى البلد الوجهة حيث يتضمن التصريح المعلومات المتعلقة بالزبون والسعر والكمية وتاريخ التسليم والباخرة أو أنبوب النقل الغاز وكذا توطين الفاتورة وتخضع هذه العقود وتعديلاتها لإجراءات الموافقة التي تشترط أولا موافقة مجلس إدارة سونطراك ثم وزارة الطاقة وكذلك بالنسبة لكل كمية تخزين مصدرة من الغاز الطبيعي جيان والغاز الطبيعي المميع جيانال فهي تخضع إلى مصار دقيق وسهل التدبع بالإضافة إلى أنه يتوجب على سونطراك تقديم تقرير شهري للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات متعلقة بأسعار الغاز الطبيعي المصدر خلال الشهر الفارط وكذا الأعباء المتعلقة بالنقل بحريا كان أو عبر الأنابيب 51.5 مليار متر مكعب من الغاز هي الكمية التي تصدرها الجزائر عبر مختلف وسائل النقل المتاحة إلى كل من إيطاليا، إسبانيا، تركيا وفرنسا جعلتها تحتل المرتبة الثامنة عالميا واليوم سونطراك تؤكد أن الجزائر لا يمكن أن تمنع مترا مكعبا واحد من الغاز بالمجان دون أن تنتبه إحدى حلقات السلسلة المذكورة